اشتركوا في القناة وجهده في خدمة الوطن من خلال عمله السابق كمندوب دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وتمنى له دوام التوفيق والسداد وعرب جلالة الملك المعظم عن تقديره لجهود جميع الكفاءات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان لخدمة مصالح الوطن وقضاياه في المحافل العالمية وتعزيز سجله الحقوقي المشرف ومنجزاته الحضارية والتنموية ترجمة نانسي قنقر